بسم الاب والابن الروح الكدس الاله الواحد امين يوم الجمعة من الاسبوع التاني من الصوم المقدس رسالة ربنا لينا النهاردة مين اللي بيقود حياتك هل يستطيع اعمى ان يقود اعمى أليس كلاهما يسقطان في حفرة عشان كده كويس قوي انه جزء من التجارب اللي ممكن الانسان يقع فيها انك تنصاك بحسب سماع كلمات اخرين غير روحيين عشان كده خلي بالك انك انت الجو المحيط بيك بيؤثر فيك كده في البداية في سفر التسنية من الكراءات النهاردة يقولك خليك احفظ الوصية احفظ الوصية ولا تحد عنها عشان لما تحفظ الوصية ربنا هيبارك حياتك وعشان انت تعيش حياة روحية اصيلة لابد ان تكون لك دائرة داخلية هذه الدائرة الداخلية هي دائرة مقدسة دائرة نافعة دائرة بتخليك تختار الاختيارات السليمة دائرة بتخليك تتقدم ناحية الحياة التقوية دائرة بتخليك انت تنفعل مع الاتجاه الروحي وبالتالي الدائرة الداخلية دي بتحفظك 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 من الميالين لكن لو انت الدائرة الداخلية بتاعتك عندها عامة روحي عندهم برس روحي عندهم تشويش هتبوس تلاقي انت كمان هتتشوش زيهم الدائرة الداخلية هي اتجاه أصيل في الاتجاهات اللي انت بتاخدها إن كانت صالحة هتلاقي حياتك كلها صالحة علشان كده هتلاقي كتير من الأوقات يلاقي الدائرة الداخلية دي ممكن تخليك تتوجه بطريقة مختلفة يقول ايه ادانك مثلا ايه واحد في عنيه خشبة وبيقول لذبيله التاني دعني اخرج القزة التي في عينك يا مرائي اخرج أولا الخشبة التي في عينك حينئذن تبصر جيدا لتخرج القزة التي في عين أخيك وازاي انت شايف القزة التي في عين أخيك وانت مش شايف الخشبة اللي في عينك ده هو ده اللي كتير من الأوقات الدائرة الداخلية بيؤثروا في الناس بعضهم بعضا ان يوجه نظره إلى القزة التي في عين أخيك وما تشوفش القزة الخشبة التي في عينك عشان كده احفظ الدائرة الداخلية لأنه اختيار من الاختيارات الهامة اللي بسببه ممكن تدخل في تجارب متنوعة ويكون اختيارات قاطئة خلي بالك من الدائرة الداخلية ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين